الحاجة الثالثة الحضور الالهي الحضور الالهي مش عملية طبيعية بتاعها التلقائية لا الجائعين الطالبين لهذا الحضور الالهي لأنه مرات نستعيد عنه ببعض الشكليات وبعض الحاجات اللي نعملها يتلاقي الناس حتى تسمع التعبير دي يقولك ايه الكنيسة دي تروح تتقابل مع ربنا هناك تلاقي الرب موجود هناك طب يعني هي فكرة الحضور الالهي ايش بالزبط يعني بتقصد فيها استعلان حضور الله في مكان انت بتلمس الحضور ده انه بتشعر في حاجة جواك بتتغير صوت ربنا بقى واضح الكلمة فرق افروحك اجواء المكان بخلك عارف تستقبل امور فتتغير يقولي دخلت المكان ده تغيرت لاني شفت الرب الرب هنا حيبت حضور الرب هنا في فرح حقيقي سماوي هنا في عمل بيحصل فروحي في المكان ده التعبيرات دي كتير جدا تسمح مع الناس اللي بيروحوا اكتر من المكان وبيروحوا الكنيس فيبلمسوها هل لها معنى كتابي؟ اه طبعا طبعا لها تعبيرات كتابية حقيقية جدا انه في العهد القديم والعهد الجيد العهد القديم مما كان يتكلم عن تابوت العهد وازاي ان تابوت العهد لما يكون موجود في المشهد المشهد بتغير ده انا بحب جدا كلمات مزمور 114 لما يقول البحر رآفها رب الاردن راجع الى خلف رآه رآه مين؟ رآه الرب شافين الرب تابوت العهد حضوره رمز حضوره فالاردن راجع الى خلف في شعر 3 بسبب حضور الرب فحضور الرب تحدث فيه تغيرات حقيقية في حياة الناس يعني انا احكي موقف في دقيقتين مش عارف وقت بقلنا قدي عشان يعني اكم دقيقة قدامنا يعني حوالي 6-7 دقايق يا طب سريعا عشان اقول البقى الاعمدة فهقول الموقف ده وهتنقل فورا كان فيه اتنين مختلفين مع بعض مش عارفين نصليحهم مع بعض خالص حوالنا كل جهد كلنا كلنا مفيش وحاضرين اجتماع صلاة الاتنين وزعرين مع بعض مش بسلموا على بعض وفجأة وحنا بنصلي مقدر رب من المكان شعرنا ان فيه حضور رهيب للرب في المكان الاتنين خرجوا من اماكنهم وراحوا حضنوا بعض وبكوا واعتذروا رب بعض بدون ما نعمل حاجة احنا بسبب حضور الله في اجتماع الصلاة بتدوب حاجات بتشفي شفاءات جسدية ممكن من غير ما حد يكلم حد نفسيات بتتفك روحية الناس بتطلق من قيود فالكنيسة طبعا الحضور الليها ممكن نختبر في قطي في خلوة الشخصية لكن المفروض لما اذا اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي هناك اكون في الوسط اجتماع الكنيسة مع بعض هو اذا ما احسن وما اجمل ان يجتمع الاخوة معنا هناك امر الرب بالبركة حياء الله فالحضور الليه مفتاح مغير والناس هتروح الكنيسة اللي هتقابل فيها ربنا موسيقى اشتركوا في القناة